اهلا بكم من جديد مشاهدين ومستمعين عبر اثير اذاعة NBC FM هو محاضر في الفيزياء الكونية والاهم هو واحد من ثلاثة مشرفين على مشروع بحث تاريخ الكون مشروع في غاية الاهمية يطمح الى نفس كام اي واحدة يا محمد طب اولي وان كتابة زيرة الحياة الكونية من وجهة نظر الفيزياء الكونية هو ابن مدينة الناصرة يهوى التاريخ ويقول انه كان محتارا بين درايته او التوجه الى دراسة العلوم يعيش هو وعائلته الصغيرة في هولندا وقام طاقب NBC في اسبوع باستياده خلال عطلته السنوية في مدينته التي يهوها عن من نتحدث تابع التقرير هو من هون كما يقول والهون اي هنا باللهجة النصروية الكديمة هو بيت صغير في احد الاحياء القديمة في مدينة الناصرة حي النمساوي هنا ولد وترعرع وتعلم قبل ان يصل الى هناك الى حيفا فالكدس والولايات المتحدة وهولندا حيث يعيش اليوم هو يعشق هذه المدينة بعد المقابلة في حديقة المنزل انطلقنا الى هناك الى حواريها القديمة وقناطرها المزدانة بالورود موطن الحنين كما يقول انا سليم زروبي ابن ناصري انا من هون طالع انا من هون وراح اضل من هون انا شخص عم بحاول يفهم الدنيا بحاول يفهم العالم وبتأمل انه من هون يخلص مشوارنا في الدنيا اكون اعملت شغلة اللي هي خاصة اللي قدمت الفهم البشري للطبيعة ولو بصامتي او بتنين بروفيسور زروبي يقوم مع نحو عشرين عالما وتلسكوب ضخم بنية بتكلفة 200 مليون يورو وكمبيوتر خارق بمحاولة لفهم طبيعة نشوء المجرات والكواكب في الكون فهولندا منذ بدايات القرن الماضي اختارت التخصص في مجموعة معينة من مجالات البحث العلمي من بينها مجال الفيزياء الكونية وتحديدا موجات الراديو الصادرة عن ذرات الهيدروجين كوسيلة لكتابة تاريخ الكون في اول 400 مليون عام من عمره مرحلة يعتقد العلماء انها كانت الحاسمة في شكل ووتيرة تكون نشوء المجرات والكواكب انا بحاول افهم المرحلة اللي فيها الكون تحول من كون متجانس تماما في بدايته كان الكون متجانس كانت نقطة من تلاخته من ناحية حرارة من ناحية طاقة من ناحية ضغط من ناحية كل خواصة الفرقات هي واحد في مئة الف كانت ضغيلي 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 جدا كيف من هاي الفرقات الضغيلي اتطورت الفرقات الهائلة اللي اليوم نشوفها في الكون حوالينا مطلع في مجرات انا قاعد هون انتغاد في فراغ في كواكب سيارة الى اخره فلي بحاول افهمه وين تلكون قرر بين كوسين انه يبدأ يكون مجرات ونجوم هو ابن الجيل الثالث للنكبة الجيل الذي تجرأ وتحدث عنها وجاهر بكونه فلسطينيا كما يقول شخصيته دافئة ومعدبة ولطيفة رفقته في احياء مدينته جميلة هنا كانت قهوة والده اسمها كان قهوة النمرين نمر والده ونمر اخر كان صديقا لوالده هنا اشتدت النقاشات في الناصرة في اواخر الخمسينيات تحت الشجرة التي غطت عين العذرة كما يسميها اهل الناصرة وهنا كان يقضي الصيف في النادي الارثودوكسي وهنا كان صباط عائلة الفاهوم وهنا صباط عائلة كوار ولكل مكان عند بروفاسور زاروبي قصة وتاريخ وحكاية ترافقه حتى وهو مشهون قاسم خطيبة ام بي سي الناصرة تحية لزمينة اكيد قاسم الخطيب مبدع دائما اقولوا ايضا كل عام وانت بألف خير الروح فاصل فاصل بالامل والابتسامة حققوا مقولة الحاجة ام الاختراع فالزيتون الفلسطيني في غيزة ليس ثمرة تؤكل وحص بل ثمرة تساهم في توليد طاقة صديقة للبيع اشتركوا في القناة